ما كاد يختتم الشيخ سعد الدين غي صلاة الفجر في جامع حمزة في ترابلس حتى قضى اغتيالا برصاص مجهولين وفي التفاصيل أن عضو جبهة العمل الإسلامي المنضوية تحت لواء الثامن من آذار أتم صلاته ولما هم بركوب سيارته توقفت إلى جانبه دراجة نارية على متنها شابان مسلحان أطلقا النار عليه فأصاباه في رأسه وصدره ثم نقل إلى مستشفى الشمال في زغرته لكنه سرعان ما فرق الحياة الجبهة التي ينتمي إليها غي وجهت الاتهام إلى عصابات موتورة مضللة معتبرة في بيان أن الخطابات التحريضية والطائفية والمذهبية التي ألقيت في مهرجان الأحد في ترابلس كانت سببا رئيسا ومحرضا واضحا على اغتيال الشيخ غي ومشددة على ضرورة وضع حد نهائي لهذا الفلتان الأمني الحاصل وغير المسبوق قبل فوات الأوان حزب الله دان جريمة الاغتيال التي استهرفت غي معتبرا أنها نتيجة طبيعية للخطاب التحريضي مطالبا الجهات القضائية بالاقتصاص من الجنات وسوقهم أمام العدلة وفي مقر الجبهة في بيروت اجتماع طارئ طالب فيه رئيس مجلس قيارة حركة التوحيد الإسلامي الشيخ هاشم منقار الدولة اللبنانية بحزم أمرها وكشف الجنات المجرمين الذين قتلوا الشيخ سعد الدين غي وانزال أشد العقوبات بهم بالأمس قتلوا الشيخ عبد الرزاق وقتلوا الكثير من الناس واليوم قتلوا الشيخ سعد الدين غي رحمة الله عليه أسألوا العلماء والحكماء والسياسيين أسألهم جميعا من يوقف هذه الحفلة حفلة الجنون الهستيرية الإلغائية للغير هكذا ارتضينا أن نعيش في لبنان أن يلغي الآخر أو أن يلغى الآخر بالقتل والتشنيع والبهتان والكذب والنميمة الجيش استقدمت عزيزات إلى مكان وقوع الجريمة وبشرت الشرطة العسكرية التحقيقات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وفي المعلومات أن لدى هذه الأجهزة مجموعة من الأسماء يجرس تعرضها وتقول مصادر أمنية أن نتائج قريبة ستظهر فور استكمال التحقيقات الأولية نظرا إلى أن الشابين هما مكشوفا الوجه يذكر أن غي تعرض قبل شهرين لمحاولة تفجير سيارته باءت بالفشل موسيقى